احتفلت رعية ماريوسف في منطقة جبل عمان بمرور ستين عاما على تأسيس كنيستهم وذلك بقداس إلهي منح فيه عدد من أطفال الرعية سراء التثبيت والمناولة إلى التفاصيل ترأس سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي بمناسبة مرور ستين عاما على تأسيس كنيسة ماريوسف للاتين في جبل عمان والاحتفال أيضا بعيد القديس يوسف شفيع الرعية ومنح ثلاثة عشر طفلا من أبناء الرعية سرية المناولة والتثبيت وعوان سيادته الأب وسام منصور راع الكنيسة وبمشاركة المونسونيور ماروللي والأب ماريوس وعدد من الأخوات الراهبات وجمع من المؤمنين وفي بداية القداس رحب الأب منصور بالمطران الشوملي وبجميع الحاضرين مهنئا الرعية بعيد شفيعهم ومرور ستين عاما على تأسيس كنيسة القديس يوسف التي دشنت عام 1959 وقال نشكر الله على أعوام مضت منذ تأسيس هذه الكنيسة تشاركنا فيها أفراحنا وأحزاننا أهنئكم بهذا اليوبيل ضارعينا إلى الله أن يغمرنا بمزيد من النعم والبركات السماوية وبعد قراءة الإنجيل المقدس قدم المطران عذة القداس التي استهلها بالحديث عن القديس يوسف وقال الصفة التي يعطيها الكتاب المقدس عن القديس يوسف بأنه كان رجلا بارا والتي تعني الرجل الصديق أو المستقيم أو الصالح فالقديس يوسف كان يملك كل الصفات التي تفرض الاحترام على الآخرين تجاه هذا الرجل البار وأضاف الحياة أجمل عندما نصغي إلى إلهامات الروح القدس وعندما نتسلح بالحكمة والقوة ومخافة الله الروح القدس هو عطية وهدية المسيح لكنيسته يوم العنصرة أعطى الروح القدس للتلاميذ على أساس أيضاً أن يستمر حلوله على كل من يعتمد الروح القدس هو معطي المواهب نحن لا نرى الروح القدس لكن نرى ثماره نرى ثمار مواهبه فينا وفي الآخرين طبعاً عمل الروح القدس في الكنيسة لا يوصف هو الذي بقوته يمنحنا الأسرار السبعة الخبز والخمر في القدس بتحولوا إلى جسد المسيح ودمه الخبز والخمر بتحولوا إلى خبز الملائكة إلى زاد الحياة بفضل الروح القدس أتكفرون بالشيطان وبجميع أعماله ومغرياته؟ نعم أتؤمنون بالله الآب القدير خالق السماء والأرض؟ وخلال القدس تقدم الأطفال لنيل سري المناولة والتثبيت ووضع يد سيادة المطران عليهم معلنين بذلك هذا هو إيماننا هذا هو إيمان الكنيسة هذا هو الإيمان الذي نعلنه بافتخار بالمسيح يسوع ربنا ورفع عدد من الأطفال المتناولين الصلوات والطلبات من أجل السلام والبركة للكنيسة والرعية ومن أجل أشابينهم أن يمدهم الرب بالمعونة والنعمة الرعية تزدهر أشعر بأنه الرعية جبل عمان اللي قسرت كثير من أبنائها اللي راحوا لأماكن أخرى أو هاجروا لكن عمالها بتستعيد قوتها واليوم الصحيح شعرت أنه الكنيسة عمالها تزدهر أكثر من أول بشكر أبونا وسام الرحبات اللي ساعدوا في تحضير هؤلاء الصغار للمناولة أولى والتثبيت وفي ختام القدس ومنح البركة للمؤمنين التقطت الصور التذكارية مع سيادته والأباء الكهنة والأطفال المتناولين اشتركوا في القناة